أولاة حول عادة غير اقتصادية تكون لها انعكاسات على قاعدة الطلب والعرض اللافة في اقتناء المواد الاستهلاكية الخاصة بالشهر الفضيل والتي تحولت إلى عادة ورغم تفاوتها من عائلة إلى أخرى إلا أن ميزانية الأسرة تبقى الخاصرة الأكبر وللحديث حول الاستهلاك في شهر رمضان وحتى نمط الاستهلاكي في الأغضية وفي كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية أسعد باستضافة الدكتورة كريمة سعودي مختصة دكتورة مختصة في التغضية الصحية أهلا بك دكتورة سعيد كريمة أهلا بك إيمان أهلا بالمشاهد الكرام وأسعد أيضا باستضافة الأستاذ علال بوثلجة رئيس بلدية سيدي موسى بيالجزائر العاصمة أهلا بك شكرا على الاستضافة ورمضان مبارك كريمة رمضانكم مبارك إذن فيما يخص كما تبعنا في التقرير هناك تهافت للمواطن الجزائري على الاستهلاك اقتناء كل الصلاع المعروضة في الأسواق كيف تصفون ربما سيدة كريمة هذه التصرفات الاستهلاكية؟ طبعا إيمان قبل أن أبدأ بالتحدث عن التغذية العلاجية وعن السوق يعني أتقدم من الشعب الجزائري كافة والعالم العربي بمناسبة شهر رمضان المعظم أدعو الله عز وجل أن يمنه علينا بالغفران انتقالا إلى موضوع التغذية العلاجية أو موضوع الأسواق أو موضوع ما يأكله الناس فهو موضوع حديث الساعة وموضوع شائق جدا لأن الناس تجهل ما تأكله تجهل ما تتسوقه وهذا خطأ كبير يقع فيه الناس ففي الصيام الصحي أو شهر رمضان المعظم عبارة عن نزع السموم من الجسم الأحرى بالناس أنهم يبتعدوا عن الأكل وعن الطعام يعني قدر الإمكان وهذا خطأ شائع أكيد لكن لاحظوا أنه ربما أغلب المواطنين لما يتوجه للسوق يشوف كل منتوجات المعروضة بهذه الطريقة ربما يتشهى يحب يشري كل حاجة يعني كل من أنواع الخبز من أنواع الخضار الفواكه كل أنواع المنتوجات اللي يشوفها في السوق ربما يخلي صحيح صحيح قلت لك هذا جهلا بالصحة لأنه دائما عندما يعني في العيادة ألتقي بمرضى يعني عندما أحدثهم عن الصيام مثلا هذه الأمور المرضى يعودوا يتراجعون في أفكارهم يتراجعون في طريق تغذيتهم هنا واجب الإعلام في التوعية توعية يعني الناس ما يأكلونها كين حاجته يجانب الإصراف كين جانب يعني حتى يعني المجتمع فيه مرضى فيه أطفال فيه نساء حوامل فيه دي بيسان ديالي زي عندهم أمراض أمراض الكيلة هنا يا كل إنسان عنده الأكل دياله عنده تغذية دياله أكيد أستاذ علال في مخص هذا النمط الاستهلاكي طريقة الاستهلاك المواطنين لفع الاقتناء كل المنتوجات التي تعرض في الأسواق ربما أنتم كرئيس بلدية كيف ترون ربما في الأسواق البلدية طريقة الاقتناء تهافت المواطنين لاقتناء المنتوجات المعروضة في الأسواق شكرا أنا نظن لكثير من العادات السيئة والعادات الخاطئة التي ترسخت في المجتمع مع مرور السنوات ومع قدوم كل شهر رمضان أنا نظن بللي اليوم لازم يكون عندنا الوعي جميعا ولازم كل واحد يدير الدور في المستوى المسؤولية على أن ننبه الناس ونوعيهم بللي موجودة وفرات المواد الغذائية موجودة وفرات نتعى الخوضر نتعى الفواكه موجود كل شيء نظن بللي هذا شهر يعني 30 يوم نظن بللي كما نبدأ الشهر كما نكمله نظن بللي هو شهر كما كامل الشهر تعالى السنة نظن بللي الأحرى بالمجتمع وأحرى بالناس أنهم يتوجهوا إلى الجانب الروحي نتعى الشهر الفاضيل ويتوقفوا عن هذه التصرفات التي تبقى خاطئة والكثير من الأحيان تفتح المجال الانتهازيين باش يديروا المضاربة وكذلك تعالى الاحتكار تعالى السلاع وكل شيء أنا نظن بللي لازمنا نعمله جميعا على الوفرة تعالى المنتوجات على توجدها على باقاء المحلات والمتاجر المفتوحة على مدار الساعة وكذلك توجيه الناس إلى يعني المواد الصحية للاستهلك أكيد خصوصا أنه هذا التهافت في اقتناء كل المنتوجات المعروضة في الأسواق يأثر ربما على عملية الطلب يأثر على طلب بما أنه لما تزيد الطلب يكون فيه نقص العرض لكن ربما هذا الاستهلاك المفرد يكون عنده أكيد انعكاس سلبي على صحة المواطن وفي المقابل يكون عنده أيضا تبذير وهذا ما ينعكس أنه في شهر رمضان تكون فيه رمي القمامة تكون فيها مشكل في شهر رمضان أكيد هو كل تصرف خاطئ راح يؤدي إلى نتائج يعني غير محمودة أنا نظن بلي كل شيء يراه يتم حاليا يؤدي إلى اختلالات على كامل المستويات يؤدي إلى اختلال في السوق نظرا لكترة الطلب راح تنقص العرض ورح تخلي عملية التمويل تتقل نظن بلي هذا الشراء الغير محشوب والاقتناء الغير محشوب في المواد الغذائية في مدة قصيرة راح يؤدي إلى الاختلال في الاستهلاك في وسط العائلة ورح يؤدي كما كتقولي إلى عملية التبذير وعملية إتلاف نتع السلع وعملية رميها وهنا يجيو كذلك النتائج الوخيمة اللي هي عملية جمع نتع النفايات المنزلية اللي راح تطلب مجهود مضاعف من طرف البلديات من طرف المؤسسات الولائية بالنسبة للعاصمة اللي مكلفة بجمع النفايات المنزلية هنا راح يقولي كذلك مجهود مضاعف ورح ينصبحه في عملية عدم احترام أوقات الرمي الكميات زيد ومن بعد ذلك المواطني اللي يشتكي وينسى بأنه يعني مكمن الخطأ راهو داخل الأسرة ما راهوش في المحيط من تاح نعم الدكتورة كريمة سعود في مخص النصائح العائلات الجزائرية خاصة الأمهات في اليوم الأول من شهر لكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير خصوصا أنه مع ساعات أسهم الطويلة ينصح الأطباء الصائمين باتباعي الإرشادات الصحية ونظام غذائي متوازن لتفادي شعور بالعطش والجوع نتابع تفاصيل مع ناسيمة الوافي ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر رمضان والساعات الصوم الطويلة تزيد من شعور الإنسان بالعطش غير أن لأنواع ما يقلل الإحساس بالجوع والعطش دكتورة كريمة سعودي فيما يخص النصائح التي رصدتها زميلة ناسيمة الوافي من عند الأطباء أنت دكتورة مختصة في تغذية صحية ربما اليوم صيام الجسم الإنسان غير معتاد على صيام ساعة 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 أكيد دكتورة كريمة فيما يخص ربما الإنسان النصيحة التي تمديها لأول حاجة لما يكسر صيامه أول حاجة لما يكسر صيامه الطمر كما نصحنا النبي عسى السلام الطمر والماء أو الطمر والرايب عندما أقول الرايب لا أقول لابن لا أقول الحاليب لكي يعني الوقت ضيق وما ندخلكمش في شروحات طبية ولكن الإنسان أو الشخص يصوم 17 ساعة متطويلة على برنا في 17 ساعة ينفرز السموم هذا هو جين ديغابيوتيك أو صيام صحي هو هدية من السماء تخلي الكابد يرتاح الأكل كما يجوش الأكل والأنظيمات ما تفرز يطرح السموم دياله يطرحه أين يطرحه يطرحه على مستوى سيدة كريمة هناك من يفضل أنه يقول أنه لما يقدن يروح يشرب كاسمه خطأ خطأ وخطأ كبير وأكبر أنه يشرب ماء بارد هناك أنظيم إيمان في الفم يدعى لابتيالين هذا الأنظيم هو الذي يفكك الأميدان إذا وجد معه الماء البارد فيتعطل قليل منه سبحان الله يعني كما قلو النجدة يوجد في مادة البنكرياس صافي هنا وشيصر الإنسان يمضغ هذك الأميدان براك ولا خبز ولا شبافلي أستاذ بو تتجار من سقصوه باشتر سيانك أنا عادة بالطمع والحليب يعني حبة مرحبتين إذا ما صحك بالرائب أستاذ سأشرح لكم اليوم وستقتلح بارد ولا سخون لا الرائب يعني متوازن في درجة الحرارة يقدر يكون بارد قليلا فقط ولكن مش بارد الدرجة أنه يكون في القلاس لماذا؟ لأن الحليب الحليب هي يعني هنا عندنا أخصائي التغذية كان مفاهم حديثة لازم تصل للناس أنه الحليب تاني عنده مدى أنه يفرس المواد المخاطية مع تالي عنده مثل العقريب ولا النخمة ولا الحساسية ولا الحليب يزيد لهم ولكن الرائب في البكتيريا الحميدة كذلك كلمنا على السموم منذ قليل إيمان هذه البكتيريا الحميدة هي الجنود الأوفياء للجسم اللي رح نشربهم كنشرب نص كستا رائب فقط نشربهم وما يطلعش لأتنسيون وما يخافوش منه وما يديرش ديكورو باتي بالعكس هو رح يدخل الجسم ويدخل على الفراغ على الفراغ وش رح يدير رح يشد يهجم على هذه البكتيريا يخرجها اللولانية ولكن نعطي شرط هنا للمشاهد الكريم أنه ياخد رائب مع التمر يروح يصلي يرتاح يستعفل مهم عشرين دقيقة عشرين دقيقة باش يرجع البوراكة والشربة لح نحكيه عليهم لماذا؟ فيما يخص لطبق اللوز والرئيسي هي الطبق الرئيسي هو شربة وللحريرة في الغرب ربما نصيحة اللي تقدموها حتى تكون ربما الطبق متوازن سأقول كلمة فقط على التمر لأنه مهمة جدا التمر هو غاني بالمنكانيز غاني بالبوتاسيوم غاني بالألياف الخشبية اللي هي تنتفخ في الجسم عليهم قولكم شربوها مع رايب لأنه هذو الجنود يدوم عهم الألياف اللي هم المساعدين تحهم في الجسم ينتفخ يوجد نفسه أنه ما يصراش للكونستيباسيون والخومول هذك والتعب هنا إذا كان خديناهم تمتم خدينا كلنا كلنا التمر وكلنا واخدينا أنجي دورانج ولا 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 كلنا شربا ولا واشي صرا ما نستفادوش من هذك التمر نستفادو منه كاربويدرات معنا السكارية رح تتخمر ورح يأذينها ما عشين في عنا دايما نقولكم عشرين دقيقة ربع ساعة عشرين دقيقة ما بين التمر والرائب ولا التمر والماء وما بين الأكل صحة كنولو كنولو للشربا كنالشربا نقولكم دايما للنساء مات الأمراض أمراض الشرعية نحن كمرضى رانا نشوفه نحن كأطباء عفوا رانا يجونا لمرضى العيادة ولمستشفيات ابتعدوا عن اللحم الغنمي قدر الإمكان أو اللحم المشحم خدوا خدوا مثلا دجاج خدوا مثلا لحم ضأن هكذا حتى لو كانت تخدوا الغنمي يعني بصفة قليلة جدا في أقل نسبة أقل نسبة أقل نسبة ولكن دائما أنا ضد اللحم يعني الحقيقة بصح منحبش الناس يعني نزير عليهم ولكن نقول لهم خدوهم يعني بطريقة قليلة مغرفة صغيرة تعدي زيتون يدزنوا بها على بالي زيتون كي يغلي ولي 70 دراجي ولي شو حومي ولي زيت نصف مغرفة عزيز زيتون ما يستعمل زيوت المهدراجة ما يستعمل حتى حاجة مغرفة عزيز زيتون الفريق يقدر يستعملون نورمال شربة الفريق غيرها كي ما حبيتها نورمال في بعض العائلات تفضل الحريرة الحريرة في الغرب الجزائري يحبون الحريرة وكان دوكا يديرون لسوب سوب جيبولي سوب ديال شامبينيون البواسان دوكا لا يبار كالي غسات وهم يتحمل الناس لحقوا البوراك لحقوا البوراك بيوت يبدعنا في الأطباء نعم وعندهم الحق أنهم يأكلوا ولكن طريقة الأكل فقط وثاني ما يكترش ومدو سوم بزافة نحكينا عن البوراك البوراك هنا مش مشكلة كان اللي يحبوا يكتروا من البوراك لا كان اللي يبغيك كان اللي يبغيك اللي هم ما كل حباب بيض جهة السطيف والبورج والشرق كل حباب بيض يحطوها في بوراكا هذا لو كان واحد مع الأكل يكون جيعان وتعبان يكون ثلاثة تخيري ثلاثة حبات بيض تعضع فيهم لو كانت تقولي اللي يحط فيهم سلق مثلا أو مع أمبو جيف خوماج نقول لك يكون ثلاثة بوراكات على دمانتي ميسر الأول معلش عفوا دكتورة كريمة أن الوقت تضيق فيما يخص الوجبة الثانية الطبقة الثانية الوجبة الثانية عفوا الطبقة الثانية يعني الشرباء أكيد يكون عندها طبق آخر مرافق تمر رايب ربع ساعة ثم يأكل الرئيس هل يمكن ربما يكون جواز ولا يكون أحسن صلاطة وطبقة خفيف لا صلاطة خصوصا أنه أنا فصل صيف صلاطة صلاطة لازم تكون صلاطة في كل غذاء للإنسان في حياته سواء في شهر رمضان أو خارجه الصلاطة تكون صلاطة متنوهة هبالك الصلاطة تحتوي على تحتوي على ألياف فيها أكثر من 30% ألياف خاصة فريزي أو الصلاطة غومان لليتي غومان هذك الطماطيش تحتوي على الكرام الكرام يفتح لي غسية بتغطي على نسولين يهبط مستوى مستوى السكر في الدم البصل نحكي لك على البصل حنناخد ساعتين في البصل نعم هو دواء في حديثاته إذن الصلاطة حتى الصلاطة لما ينازل ممنوعة أنا أقولها تقدر تستعملوا تستعملوا هذه الإنسان يكون في صحة جيدة زيت زيتون ممنوعة يستعملوا زيت زيتون خلتفح بالقارس هذه حقو الخبز الضار أو العجين أو الحاجة كاملة عندنا اللي بيتخام في ديورنا أنا كربة وبيت عندي يعني كأم عندي اللي بيتخام ولكن دائما في عشر دقائق الأخيرة نستعمل أيدي لأنه طاقة الأيدي هي تخرج صحة وتخرج الأخر سي أنه أكل تعالي بيتخام نسقص بك لأستاذ بو تلجى فيما يخص الطبق الثاني تفضل سلطة أم تفضل الطبق آخر والله أنا عندي تعليق وحتى آخر أنا أقول لما تكون مثل حالتي أنا عندي أم وزوجة طباخات ماهيرات ما هو الله يسمون ماهوش سهل تماما أنك تقاومي الحيمية اللي تكلمي عليها صدقني أقنعت كثير من الناس يعني بعدهم لي والله يعني قلت لك لما يعني بعد 17 ساعة حقيقة لازم نكون هو علمي عنده الفوائد انتاعه مفهوم ولكن نبحته شوية يعني بالجانب الديني من جانب سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من النصائح هذه تتقاطع مباشرة مع الشيء اللي كان ياخده كان ينصح به وكذا هذا من الجانب الديني ولكن الكثير من الناس يصعب لهم أنهم يقاوموا هذي الموائد انتعلى أستاذ عفوا دكتورة كريمة فيما يخص هناك من يفضل يقول لك أنا مع الله فطور نأكل شربا بعد في الليل يحب يأكل الجواز حسن حاجة أنه ساعتين كيف هالمعدات تجمع بين أكلين هي ساعتين يقدر لا صالات يقدر أفوديسك على كل حاجة إذا كان شربا كان يأفوديبو بسحسنا ساعتين يرتاح ويروح تراويح للمهم ساعتين باش يعود يرجح يأكل أكل دياله خفيف ولازم ينام باش يروح للصحور ماشي يصهر كامل لازم ما أتحدث إليه إيمان هو عبارة عن وليت تقاطع كما قال الأستاذ مع الطب النبوي يعني الأمر يتعلق بصحة الإنسان الأمر يتعلق بصحة الإنسان نعم فيما يخص سيدة كريمة فيما يخص الصحور نعم كيف يكون ربما الكثير من أطباء ينصحوا بالفواكه نعم نعم أكيد لأنه الغلط أنه الإنسان يخرج شرب بزاف المم هو قريب أدل أدل أذى الأول أدل أذى الثاني يشرب بالماء يشرب بالماء ومبعدك وشي سرع له سرع له أنه يعمر الكيلة تاعه بالماء أنه معدك يعود يفرغ هذاك الماء لا لا الماء الحقيقي هو الموجود في الفواكه موجود في السرطان موجود في الدلاح موجود في بعض الخضر حتى أولوك مثلا كما الكونكوب الخيار هنا ثاني كان حاجة التمر والرائب حكينا لكولوم قلنا بالي لو كان نحكو على يعني أن البرح في الليل مما قاتلي سباح بات تمر مع البولت الفلان هذاك ما عليش هذاك شوفوا سباح هنا لو كانت تحد كما قلنا بالي بالنسبة للرائب سباح ديانا دعنا 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 نحكي لكم على الجوع لكن الساعة البيولوجية الإنسان تقول لك حوالي الرابعة أو خامسة صباحا تعرف أستاذ كل عضو في الإنسان هذا إعجاز طبي سبحان الله لا يتقاطع أبدا مع الطب النبوي اللي علم هنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن هنا بيولوجية تقول لك بلي في كل ساعة من الإنسان كان إفراز كورتيزور كان إفراز هرمونات كان إفراز هرمون النوم هذه حكاية طويلة يعني ما قدش ندخلو فيها كامل ولكن كان نحكي عن الكولوم والجهاز الهضمي نقاو حوالي السابعة الرابعة والنصف صباح الخامسة الدماغ يعطي الآن يا أيها الجنود مرحلة تنظيف تنظيف الكولوم هنا كي يأخذ الإنسان قبل كي يتعشع يأخذ كأس رايب ثم كي يجي نام يشرب ساعتين تاعة الماء بشيمية الماء يدعو يعطي لها الماء صباحا أول حاجة صباحا أنه أنه الجسم الكولوم يفرغ ما فيه هذا المشكل مشكلة كثيرة من الناس لك يقول لك أنا يا طبيبة عادي بلك مرتين ثلاث مرات مثلا يوم بيوم أو هذا خطأ كبير لازم صباحا أنه يفرز السموم لأنه هذا السموم على مستوى سنوات تقدر تضيع حتى للسرطان يعني سرطان الكولوم هكذا صافيء الرائب الرائب والنبي صلى الله عليه وسلم كان عشاءه كسرت كسرت شعير برائب صافيء هذو يأخذوهم صباح ويأخذوهم ويأخذوهم حتى يرويو بسحبات ما يأكلوه هذو البروتينات ما يأكلوها في الصحر البروتينات يأكلوها في عشا نعم ما هيش سريعة الإسرائيلة فيما يخص نعم شكرا سيدة كريمة سعودي فيما يخص احنا تحدثنا عن مختلف الأطباق لكن ما ننسوش الفقراء البلدية تهتم بتوزيع قفة رمضان لو تحكينا أستاذ فيما يخص توزيع قفة رمضان إجراءات توزيعها تجمعها باختصار فقط أكيد هو الجانب الاجتماعي الجانب تلكفول بالعائلات المعوزة والعائلات الفقيرة هو جانب مهم جدا لتوقف عليه البلدية في كل سنة وفي كل شهر رمضان وما فيهش فقط قفة رمضان في عدة جوانب أولها هي مائدة رمضان يعني موائد الرحمة مطاعم الرحمة اللي تشرف عليهم البلدية وكثير من الخواس المحسنين فيما يخص قفة رمضان البلدية ربما تتكفل بهذه العملية مما تكوين ربما على أي أساس يقوم بتكوين قفة رمضان هي قفة رمضان يعني لو كان نرجع للسنوات الماضية كانت تقدم على طريقة قيمة مالية تسفد منها العائلة المعوزة لمواجهة هذه الإشكالية تعتكاثر نفايات المنزلية في شهر رمضان وعملنا عملية تحسيسية عن طريق الكشافة الإسلامية ونوزعنا مطوياتا على جل الاحترام تحت توقيت تعرمي النفايات باش ميخليش المواطن حتى للصباح ويحط النفايات انتاعوا ولا اللوصاش انتاعوا يبقى تطلع جوغني وهو على أنظار الناس نعم يكون في وقت محدد أكيد شوفي بعد الفاتور في نهاية يعني نهاية اليوم تماما 12 تعلين يقدر يحط ولا بعد الصحور لأن العمل تعالى النظافة يبدأوا العملية بعد الصحور هكذاك باش كامل ان شاء الله نفايات هذه كي يتمجي معها في وقتها النظافة هي مهمة للجامع لازم المواطني ساهم لازم مؤسسة الولائية ساهم البلدية هذا دورها عودة نعم شكرا نتحدث عن نظافة نتحدث عن نظافة الجسم قبل نظافة المحيط نعم سيدة كريمة سعودي في اقتصار فقط نصيحة للأمهات اللي يحبوا يصوموا أولادهم في هذه الأيام الأولى من شهر رمضان يركزوا على التمر التمر في هرمون نمو فيها فيتامين دي فيها الكالسيوم الطفل لازم كي يكون كي سوم يبدأ سوموا ربما نصمهات نعم يبدأوا بالعقل يبدأوا ساعتين كل سواء حسبوا الطفل ما تحتمش على أولادها ما تقول لك شو اللي دي إلا إذا بالغ هذيك حاجة أخرى بصح مدم صغير مدم راهو فاتي ما تحتمش عليه ودين هاللعبة تقولوا مثلا سوم ساعتين ثلاثة ومعدك شوية تقولوا سوم حتى الثناش بعدك تعطيلوا جوائز هكذا مادية إهداءات مثلا ندلوا أم بلا سبيسيال هكذا اللي هو مثلا ندلوا حفلة صغيرة في اليوم الأول هذي كم دلناها لولدنا أيضا تعطيلوا الطمر الطمر ليس السكريات ليس الزاتيتيف ليس الألوان هذيك الكيميائية وكامل تعطيلوا الطمر وما تكثرلوش البروتينات كل واحد كرام من البروتين يحتاج الجسم بالنسبة للأن كيلو معتها إذا كان طفل يوزن 30 كيلو يسحق موجبا 30 كرام من البروتين ومتعش تقليلوا الكبد وتعطلوا تقولوا الكريدي غد يروحوا هذا خطأ تالي لازم الناس يعطوا شكرا جزيلا لك سيدة كريمة سعودي العفو لكتورة مختصة في تغضية صحية شكرا لكل النصائح القيمة التي قدمتها لكل المواطنين ومشاهدين اللي يتابعوا فينا أستاذ علال بوثلج رئيس بلدية سيدي موسى نهنئكم بالمرتبة التي حصلت عليها من ناحية النظافة نتمنى أن تكون بلديتكم هي القدوة لكل البلدية الجزائر وكل الجزائر العميقة شكرا لك على تلبية الدور ومشاركة معنا هناك إيمان في نصف دقيق قبر أحيي أحيي ابنة أختي التي تحصلت على يعني مرضج جيد جدا أكيل نجلة صديقتها أي كرام يعني نحييها يعني قد خالته أهديها لي أهدي ثلاثة تعملت في السنة نشاء الله بالتوفيق لها البروك عليها ولكل الفائزين في شهادة التعليم الابتدائي نبقى دائما مع أجواء الشهر الكريم وفي فرنسا حيث يعتبر الدين الإسلامي الدين الثاني في فرنسا بعد المسيحية ويوجد بفرنسا أكثر من خمسة ملايين مسلم يتأهبون كل عام لحلول شهر رمضان المبارك وتتزين الأسواق في الأحياء الشعبية بالمنتجات الشرقية وتعمل إدارات المساجد على أن تكون الوجهة والملاذ لكل مثل لمسيلة بـ 14 حالة وأوضحت نفس ترجمة نانسي قنقر